شكراً لكم سبقناً تحدثنا إلى مشروعنا السابق سوق العمل وأنه يشمل العمل وصاحب العمل واليوم سوف نتحدث بالتحديداً عن هذه العملية كيف جد المرشحين وكيف أنواع الاستقطاب وأهميتها ومصادرها أهمية الاستقطاب الاستقطاب الجيد يفتح الأبواب للعمل ويوسع قاعدة الاختيار اثنين يصار رسالة المنظمة إلى كافة المرشحين الوظيفة ووضع الخطط موضع التنفيذ ثلاثة توفير فرص متكافئة أربعة يهتم بالمحافظة على الأفراد ويحقق هدف الفرد إضافة إلى أهداف المنظمة مصادر الاستقطاب طبعاً سبق وإن ذا يعني درسنا مصادر الاستقطاب تنقسم إلى قسمين مصادر داخلية ومصادر خارجية المصادر الداخلية وهي الموارد البشرية التي داخل المنظمة متى ممكن أستخدم المصادر الداخلية عندما لا أحتاج لخبرات كافية طيب أهمية المصادر الداخلية الترقية على سبيل المثال لو أحتاجت المنظمة معلمة من ممكن أن تترقى إلى أن تكون إدارية اثنين النقل الوظيفي على سبيل المثال المنظمة التي لديها أكثر من فرع فيتم النقل إلى الفرع الآخر حسب الشواغل ثلاثة مخزون المهارات لو كانت المنظمة تتوفر فيها على سبيل المثال مهندسين عمران والشواغل كانت هندسة مدنية فمن المتعارف أن هندسة العمران أشمل وأعام من هندسة المدنية فممكن استغلال بعض المهارات من خلال مصادر الداخلية طيب هل الاستقباء الداخلي لهم مزايا؟ نعم لهم مزايا أولا زيادة الدافعية واثنين تأثيره الإيجابي على معنوية الأفراد طيب هل لهم مساوة؟ نعم الصراع على الترقية وخلق أثار نفسية وحساسية وتوتر بين الموظفين المصادر الخارجية المصادر الخارجية ألا وهي الموارد البشرية التي من خارج المنظمة أهم المصادر ممكن خلال الإعلانات التقديم المباشر لمنظمة ووكالات ومكاتب التوظف والتي اليوم بإذن الله سوف أتعمق فيها طيب مسايا الاستقباء الخارجي أرخص وأسهل وأكثر فائدة إذا كانت المنظمة تطلب مهارات بصورة فورية مساوئها صعوبة جذب وتقييم الأفراد من الخارج بسبب المشاكل النفسية للأفراد داخل المنظمة مشاكل الاستقطاب عدم مضوح إعلانات الاستقطاب أو المدة القصيرة للتقديم زيادة التكاليف المالية للعملية للتوظيف وذلك بسبب أعداد المتقدمين توجد أعداد كبيرة من المتقدمين بشكل لا تدعو إليه مما يؤدي إلى زيادة الأمان بين المتقدمين وبإذن الله سوف أذكر بعض الحلول لكي نتفادئ بعض المشاكل الاستقطاب طيب طرق الاستقطاب تنقسم إلى نوعين طرق تقليدية وطرق حديثة الطرق التقليدية وغالباً يستخدمونها المنظمات يعني صغيرة ما تحتاج مهارات كبيرة أو تحتاج مواقع أنه تعتمد عليها وتكون عبارة عن مواقع ليس لها صلة ولكن يوجد بها جمهور عشوائي وكبير مثل أعلانات التويتر قنوات التليجرام الإرسال على الإيميل والطرق الحديثة وهي عبارة عن منصات أو مواقع عالمية رسمية أو بعضها يعني تكون محلية مقتصرة بس على السعودية تجمع صاحب العمل والعامل وتعتبر نقطة وصول وتلاقي وهي دقيقة وموثوقة واليوم سوف نتعمق فيها طبعا على رأسها منصة لينكد ان منصة لينكد ان يعني هي نقطة تلاقي بين الموظف وصاحب العمل تتيح يعني خدمات كثيرة رح أركز الآن على صاحب العمل بإمكان وضع الوظيفة والشروط والتقديم ويكون بشكل سلس وسريع وبرضو في خاصية ثانية إمكانية الوصول إلى أكبر عدد ممكن وبشكل دقيق لأنه ما حد يدخل إلا هو مسجل بياناته طيب وبإمكان الـ HR تبع المنظمة أن يبحث من خلال المسح الآلي أو المسح الفردي لكن المسح الآلي يكون بشكل أدق وتقريبا هو يكون الشركات الكبرى ومن بعدها تتم اختيار الشواغر المناسبة وتكون عملية المقابلة آخر عملية عكس لو كان بشكل يعني شخصي يكون ممكن شوية فيها أشوائية برضو في إمكانية رفع امتحانات اللغة الإنجليزية أو مهارات الأوفيس أو برمجة زي لغة الجابة سي بلاس بلاس لتكون عملية التصفية جدا دقيقة طيب من جهة العامل ممكن أنه يضيف السي بي حقه وممكن أنه يعني يتعرف على شركات أكبر وممكن برضو يتعرف على زملاء من داخل العمل أو من نفس تخصصها طبعا هذه منصة LinkedIn تعتبر عالمية وبرضو محلية وأغلب المؤسسات وشركات تعتمد عليها يعني أغلب التقديمات تعتمد على LinkedIn نجي للي بعدها بيتكم وبرضو نفس البكرة ولكن أنها بشكل محلي وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية البرنامج تحديدا تمهير وهو برنامج كدريب مدة قلال ستة أشهر يزيد من مهارات العامل ومن بعدها ممكن أنه يتوظف طبعا مميزات البرنامج هذا نتتيحها الدولة بمقابل راتب أجر طاقات ومن أبرز برامجه برنامج خدمات التوظيف برضو هو تقريبا مشابه لل LinkedIn ولكن فيه عناية أكثر يتقدم العامل ويضع الشروط التي يتمنى أنها تتواجد في الوظيفة وخلال هذه المرحلة خلال ثلاثة أشهر تبدأ موظفة الـ HR تبع طاقات بالبحث عن وظيفة المناسبة بحسب المعايير اللي أنا وضعتها منصة سبول وهي يعني مشابهة للمنصات اللي قبل يعني تجمع زملاء التخصص وبرضو بإمكاني أن أضع وظيفة أو أن أكون أنا باحثة عن وظيفة وهذه برضو منصات أخرى طبعا بعضها عالمية وبعضها محلية هذه أغلب المراجع لأستفدنا منها يعطيكم العافية بنات مشكورين على الاستماع وأتمنى ما أطلت عليكم ولو في أي سؤال تفضلوا اشتركوا في القناة